يا هلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام حياكم الله في حلقة جديدة من الرادار تأخر الوقت جينا على الوقت أخلاقنا هي هي سماحتنا طيبتنا ما نزعل ناس لطيفين جدا حتى الأمهات اليوم لما تصل في فقرة ناصر الغامض يشكرون فقرة الرادار على أخلاقهم الرفيعة وأدبهم مع المتسابقين ويقولون أن هذه الفقرة هي اللي تهدي عيوب المتسابقين وأنهم يصنعون من أبنائنا جبال إعلامية لا يتأثرون بالنقد شكرا لأمهات اللي تواصلوا مع أبناهم اليوم شكرا لرسائلهم شكرا لهذه الحملة الجميلة الجميلة؟ الجميلة في نهاية الفقرة إن شاء الله لي وقفة مع هذه الحملة وحديث خاص عنها لكن في البداية خلوني يرحب بالأستاذ علي الغامدي بدخل الله حياك الله علي يا كلب عبد الله صباح الخير عليك وأستاذ المشاهدين بعد انقطاع ساعتين ونصف تأخير توني قلنا ما نتأثر يا علي سبحان الله الفقرة الوحيدة اللي ما أكون مذنومة كلن يأكل فيها ويضرب فيها ويأكل من اللحمة وعادي لحمهم حلال وغيبتهم حلال وتأخيرهم حلال وضربهم كل شي حلال بس حنا نتكلم لا أنتم حرام ما يصلح قلوب الناس ضعيفة يعني قلوب الناس لحم حنا قلوبنا حجر ساعتين ونصف يا إخوان أنت مدرسة يا علي لازم تعلم أمك أنت تعلم بالقدوة تعبني يا أبو أبد الله تعلم قدوة 45 يوم بحالة سلامات باقي 45 يوم هنا باقي 45 يوم ثانية أستر عليه وليس مطول تصير 50 يوم يعني 30 يوم 70 يوم خلني راح بفاد بديني جع فهد حياك حياك الله أبو عبد الله يا مرحب حيا الله لسه علي حياني الله وبياني وآطال عمري ووجداني إني والله أحبني وأحب من يحبني وأحب كل شخص يحب الأشخاص الذين يحبونني لأني أنا أعبر عن طاقة الجذب للمحبة أنا طاقة الجذب للثراء أنا طاقة الجذب للجمال أنا طاقة الجذب التي يتكلمون عنها أنا تلك الدورات التي يقدمونها للناس بالألوف المؤلفة سلام الله علي إلى أن تقوم الساعة للأمانة أني لا أجد أحد يمشي في هذه القرية أفضل مني ولا أجود مني ولا أصدق مني ولا أجمل مني لله دري أنتم مغبطين علي أسألت على لي ولكم التوفيق والسداد أنا الفجر قبل الفجر والظهر قبل صلاة العصر أسألت على لي ولكم التوفيق والسداد طيب يا الفجر هل أنت مؤمن بطاقة الجذب؟ هل فهد معيان يسوق لي مثل هذه الخزعبلات؟ لا طيب ليش تقول أنا طاقة الجذب أنا مدري إيش أنا طاقة الجذب فعلا فأنا لا أجذب أحد أنا لا أجذب أحد ما يعني؟ أنا أنفر الناس ما هو طاقة الجذب؟ الطاقة التنفير؟ لا لبق أنا مع نفسي فسأل أنت مؤمن بطاقة الجذب؟ لا تتكبر الحواجب عشان يجيك الجذب؟ بالنسبة ترى صدق لقيت يعني كنت أتحدث مع أحد الأشخاص يهي داس محبّل يصدقون ترى خزعبلات أسمع كنت أتحدث مع أحد الأشخاص الغالين والله العبين وأخطرني عن موقع يبيع أفلام صوتية مقاطع صوتية تعلمك عن طاقة الجذب تتكبر الحواجب اشتركوا في القناة